لا يمر يوم على العراق إلا وأثبتت الميليشيات أنها صاحبة اليد الطولة في البلاد مررت الموازنة المالية لهذا العام فذهبت حصة الأسد فيها لميليشيا الحشد في خضم أزمة اقتصادية خانقة لا يجد العراقيون فيها قتى يومهم تأخذ ميليشيا الحشد ملايين الدولارات فوق ميزانيتها الأساس لتأمين رواتب العناصر الجدد في صفوفها فقد أقر بند في قانون الموازنة بإلزام الحكومة بقبول ثلاثين ألف عنصر جديد ضمن صفوف الحشد يتوزعون على خمس وعشرين ميليشيا موالية لإيران أبرزها العصائب وحزب الله والنجباء تساؤلات كثيرة طرحت حول قرار البرلمان لسيما أن بعض المصادر أشارت إلى أن تلك الرواتب ستذهب لعناصر الميليشيات الذين يقاتلون في سوريا إلى جانب نظام الأسد وتصر الميليشيات على اعتبارهم ضمن الحشد على الرغم من أنهم يقاتلون خارج العراق مع زيادة الجديدة في عديد عناصر ميليشيا الحشد التي تضم ثلاثة وثمانين فصيلا مسلحا بات عدد عناصر الميليشيات يتجاوز المئة وستين ألف عنصر وسط شبهات فساد كبيرة تطال هذا الملف بالنظر إلى الاتهامات لقادة الميليشيات بتقاضي رواتب عن عناصر غير موجودين سوى على الورق أو ما يعرف بالفضائيين نواب في البرلمان قالوا إن زيادة عديد أفراد الحشد تؤكد أن القرار السياسي والأمني وحتى المالي في العراق ليس في يد الحكومة بل بيد القوى السياسية التي تقف في مكان قريب من إيران وتتبنى مصالح طهران داخل البلاد ملايين الدولارات التي منحت للميليشيات لم يجد ربع هذا المبلغ بابا لإدراج تعيين آلاف الخريجين أو حتى إنصاف المحاضرين المجانيين الذين ملأوا الشارع صراخا مؤخرا بسبب الحيف الواقع عليهم هذا فضلا عن تفشي الفقر وترد البنى التحتية وانهيار الوضع بشكل عام في العراق بالتزامن مع حديث الحكومة عن ضرورة ترشيد النفقات والتقشف تقشف نال من العراقيين بجميع شرائحهم وزاد من ثروات تجار الحرب في البلاد ترجمة نانسي قنقر